ملامح الحكم الشمولي في عدن بعد شهر من انقلاب الانتقالي بدعم اماراتي شهر كامل مضى على سيطرة المجلس الانتقالي بمشاركة الطيران الاماراتي على العاصمة المواقعة عدن عبر امراء الحرب الذين رفضوا الاندماج في اطار بنية الجيش الوطني ليكون كافيا على اظهار النموذج الشمولي القمعي في حكم العاصمة المواقعة اكثر من خمس عمليات اغتيال استهدفت ضباطا وائمة مساقد خلال الشهر الماضي في عدن دون ان تقوم القوات التابعة لعيدروس الزبيدي وهاني بن بوريك المدعومين اماراتيا بالقاء القبض على اي من الجناة او احالة ملف اي ضحية للنيابة من اجل التحقيق ليست عمليات القتل خارج القانون هي الوسيلة الوحيدة لتثبيت السيطرة القمعية التي كانت سائدة في عدن ابن جمهورية اليمن الديمقراطية وتتكرر الان وانما امتدت لتشمل اقتحام مؤسسات الدولة اخرها اقتحام مبنى مديرية البوريقة ومنع مديرها وموظفيها من ممارسة اعمالهم من قبل منير ابو اليمام قائد احد الويات الحزام الامني وهو سلوك جعل هاني اليزيد مدير مديرية البوريقة لتوجيه الدعوة للانتفاضة ضد الحكم العسكري للمديرية لكن حكام عدن الجدد العسكريين كثفوا اجراءاتهم لتثبيت واقع القمع والارهاب المنظم باستهداف وسائل الاعلام في المدينة حيث استدعوا في غضون 48 ساعة رئيس تحرير اكبر صحيفة عدنية وهاجموا اذا عتب اندر عدن بقذايف ار بي جي وليلة امس توج اجراءاتهم باحراخ اكبر مطبعات اعلامية تابعة لمؤسسة الشموع للصحافة والاعلام واخبار اليوم اشتركوا في القناة